اختيار الأصدقاء للصداقات أثر عميق في توجيه النفس والعقل ولها نتائج مهمة فيما يصيب الجماعة كلها من تقدم أو تأخر ومن قلق أو اطمئنان وقد عني الإسلام بهذه الصلاة التي تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون بك ويقتربون من حياتك اقترابا خطيرا لأمد طويل إن هذه الصلاة إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله وباركها وإن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم إن الإسلام دين تجمع وألثة ونزعة التعرف إلى الناس والاختلاط بهم أصيلة في تعاليمه وهو لم يقم على الاستيحاش ولا دعا أبناءه إلى العزلة العامة والفرار من تكاليف الحياة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم رواه الترمذي ذلك أن الإسلام شديد الحرص على أن تكون شعائره العظمى مثابة يلتق المسلمون عندها لعلهم يتعاونون على أدائها ويستوحون من جوها الطهور عواطف الود المصفى والإخلاص العميق وعلى هذا الأساس نتخير الأصحاب رغبة في الصداقات أو نتركها زهدا فيها والاختيار الصحبة الكريمة شروط أولها أن تتبرأ الصحبة من الأغراض وثانيها أن تخلص الصحبة لوجه الحق وثالثها أن تولد وتكبر الصحبة في طريق الإيمان والإحسان وهذا هو معنى الحب في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل رواه الإمام أحمد ترجمة نانسي قنقر